بصل الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح على بالي بلي طولت عليكم معلش كي ما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم طبق الخرشف بصوص بلانش على طريقاتي ان شاء الله هي عجبكم هادلا فيديو هادلا فيديو درتو كي كتفي درما كي ما راكم تشوفوا الحادة الاولى اللي بديت بيها نقية البصل قطحت ودرتو في الروبو بش نرحيه ونزيدو السنينة بتاعتو ومنجيهه اخرى وجيت لحمتاي درت لحمتاع البقري قطحتو وخسلتو بيا ودرتو في الكوكوت ونضيف له هادا كل البصل اللي راحتو ودرت كنتيتي كبيرة شوية تا البصل بش المرقة التاعنا تجينا شوية اخاترات تجي عاخده وزيت المعدنوس المعدنوس ندير هادو كل طرف كيندوزن ولوخ نخليه التضيين ودرت بيا نصغ الملح والزيت ودرت ليزي بيز ليزي بيز ديرو كما تحبو ودرت عراس الحانوت ودرت فلف الكحل ودرت شوية تاع القرفة هادا ما كانوش دوت ومبعد اللهنة تديتو فوق النار خليتو يتقلى كي ما راكم تشوفو نخليه يتقلى فيه غردو بش الماكلة التانى تجينا مجمرة وتجينا بنينة ومن جيهة اخرى بعد اللي تقلى للابيونت التاعيب بيا وزيتلو وزيتلو الحميسة كنتمشو مختها ومطيبتها استهالو ومرقتو خليت اللحم تاعي يطيب وكي ما راكم تشوفو الخرشف هناني نقيتو وخليتو يطيب نصطيب هنالحم كي ما راكم تشوفو طابلي امام الخرشف كيف كيف طابوش درت صفيتو درتو في الفلاكوكوت تاللحم ونخليه يزيدي طيب معاه بش يديلوغو هاداك تاللحم هنان كنت ضفتلو شوية الماء خدك نقصو الماء الخرشف طيبتو نصطيب ودو كان ديرولو العقدتها وحنا العقدة نحبوها بالبيض ما نحبوهش هكاك هنه درت زود حباتها البيض وحصرت عليهم نص حباتها القارس ونزيد عليهم المعدنوس المعدنوس نقطرت شوية بش يجبنين كل واحد كيفاش يحبو هنان نحبوها كاب العقدة كالي خلوها كاك هنه درتلو هذيك العقدة بعد اللي لزبطة بالخرشف تاعي عرميت هذيك العقدة فوق الخرشف وهذا الشكل النهائي الطابق تاعنا كما كنت تشوفو جا بزاف بنين نتمنى طريقتي تعجبكم في طه الخرشف وما تنسوش ادعى اعجبكم الفيديو خليولي في كومنتار الى اللقاء اشتركوا في القناة